في ظل الأزمات العديدة التي تعيشها محافظة ديالا من جراء الفساد وسوء الإدارة الحكومي تبرز في الآوينة الأخيرة ظاهرة التهام الأراضي الزراعية من قبل جهات سياسية متنفذة وتأثير ذلك على حركة البناء والإعمار بشكل كبير وفق ما كشف عنه مسؤولون حكوميون في المحافظة ويؤكد قائم مقام قضاء بعقوبة عبدالله لحيالي أن ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية في ديالا سببها وجود ما سماها مافيات وشبكات متنفذة باتت تلتهم البساتين في محيط مدينة بعقوبة حيث تعمل هذه الجهات على بيع المساحات الزراعية على شكل قطع سكنية وهي طريقة غير قانونية للتصرف بتلك الأراضي حيث تسعى جهات مرتبطة بالأحزاب إلى الاستيلاء على أكثر من 500 دونم بهدف بيعها بمئات الملايين من الدنانير للأهالي في ظل أزمة سكن خانقة تصريحات قائم مقام بعقوبة عضدها رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق عدنان التميمي الذي أكد أن أسعار البناء في مركز المحافظة ومحيطها ارتفعت من 15% إلى 20% نتيجة خفض قيمة الدينار من قبل حكومة الكاظمي الأمر الذي أدى إلى شلل في حركة البناء بلغت نسبته 50% كما أن حركة البناء في ديالة تواجه انحسارا مستمرا بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحكومة رغم ارتفاع أسعار بيع النفط إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل الواحد معطيات اقتصادية أجلت حلم آلاف العائلات ببناء منازلها بسبب الأعباء المالية وغلاء أسعار الأراضي وكلفة البناء على حد سواء ليس في ديالة فحسب بل في جميع محافظات البلاد بينما يبقى المنتفع الوحيد من تلك الأزمات هم المتنفذون ومن ورائهم أحزاب السلطة الحاكمة اشتركوا في القناة